اهلا بكم في برنامجنا الصرار الكبد كنا اتكلمنا في الحالة اللي فاتت عن الفيروسات الكبدية الحادة والمزمنة وسألني بعض الاطباء ان احنا نكمل الفيروسات الكبدية والالتهاب المزمن وتلايف الكبد فانا كنا اتكلمنا على الفيروسات A وB وC فطالب مني الاطباء ان اتكلم على D وE فانا اتكلم نبزة مختصرة عن فيروس D وفيروس E وبعدين نتكلم على الالتهاب الكبد المزمن وتلايف الكبد وطرق الوقاية والعلاج منها ان شاء الله بالنسبة للفيروس D الالتهاب الحاد منه بيكون زي فيروس B وطرق العدوى متشابهة يعني عن طريق الابر ونقل الدم والابر الملوسة الفيروس D دائما لابد من التكاثر من وجود فيروس B يعني فيروس D ما يجيش لوحده ابدا يأتي B الاول وبعدين يجي معاه بعده D او يجي مع بعض يعني ممكن يجي كو انفكشن او سوبر انفكشن D يجي مع البي او البي يكون حامل الفيروس وبعدين يجي له فيروس D عليه بمعنى ان D بيجعل الالتهاب الكبدي الفيروسي بي اشد خطورة واشد عرضه للمضاعفات فالاي واحد عنده فيروس B وخد الدكتور وهيصف له علاج للفيروس لابد ان يتحقق من وجود فيروس D لان اذا كان موجود فيروس D خطط العلاج بتختلف ولابد من علاج فيروس D مع فيروس B لو علاجنا فيروس B وسبنا فيروس D ممكن المرض يتفاكم ويحصل له مضاعفات خطيرة ففيروس D لا يصاب الانسان بفيروس D بمفرده لابد من فيروس B اما كو انفكشن او سوبر انفكشن يعني يجي مع بعض او يكون عنده فيروس B وبعدين يجي له فيروس D مالوش مصل ولا تطعيم بالنسبة للفيروس D مالوش لي علاج مع فيروس B وممكن يعمل التهاب كبدي مزمن مع فيروس B انما ما لسه الى الان مالوش يعني طعم لي او او انما يكون له علاج مع فيروس B اما فيروس E فهو شبيه بفيروس A بطرق الاصابة عن طريق الاكل الملوس او الشراب الملوس او الاختلاط بمريض عنده فيروس E فيروس C بيعمل التهاب حاد زي فيروس A بالزبط يعني بيمر بمراحل فيروس A من السخونة والم في البط واصفرار في العين وزيادة في الانزيمات ممكن يوعد شهر ويختفي او ممكن يوعد ثلاث شهور واقصى ست شهور خطورة فيروس E في حاجة واحدة بس مع الحوامل لو جد الست الحامل فيروس E بيكون خطر جدا ونسبة الوفاة تصل الى حوالي 20% من المصابين بفيروس E فالسيدات الحوامل بالزاد لابد ان يعتنوا بالصحة العامة وبالاكل والشرب النظيف لان لا يصابوا بالالتهاب الفيروس E اذا اصيب بالالتهاب الفيروس E فنصبت الخطر فيهم كثيرة بالنسبة للحوامل وكذلك ايضا بالنسبة للعند ضعف في المناعة او بياخد انواع مصبتات للمناعة حيكون عنده عرضة اكتر ان فيروس E يكون مزمن معاه ويطول معاه ويعمله مشاكل كثيرة ويعمل خطورة كثيرة فيروس E غالبا ما يحتاجش علاج لانه بكون الالتهاب حاد ياخد فترته ويختفي واحيانا يحتاج بعض العلاج زي الانترفيرون او الريبافرين ويختفي فيروس E باذن الله اما موضوعنا اليوم فكنت وعدتكم ان احنا نتكلم على جرسومة المعدة والكرحة ولكن نظرا الاستكمال الموضوع بالنسبة للفيروسات الكبدية والتهاب الكبد المزمن وتلايف الكبد وسؤال بعض المشاهدين نحن نكمل الموضوع فهنأجل موضوع الجرسومة الحلزونية والكرحة الى حلقة قادمة ان شاء الله بالنسبة لتلايف الكبد تلايف الكبد يأتي نتيجة التهاب مزمن في الكبد فالكبد اما يصاب بالتهاب حاد والالتهاب الحاد يختفي تماما زي فيروس A وفيروس E او اي اسباب اخرى او حتى فيروس B او فيروس C ففيروس B 90% بيتحصن المريض 100% و10% ممكن يصاب بالتهاب كبدي مزمن فيروس C العكس 20% يتحصن و80% يصاب بالتهاب كبدي مزمن فيه اسباب اخرى تعمل التهاب كبدي مزمن وتنتهي الى تلايف كبدي بمعنى ايه الانسان اذا يصيب بالتهاب كبدي مزمن تعريفه ان يظل انزيمات الكبد مرتفعة وفيه مرض في الكبد لمدة 6 اشهر او اكثر بعد هذه المدة يصاب الانسان بالتهاب كبدي مزمن ولابد من التدخل للعلاج على حسب النوع والسبب للتهاب الكبدي مزمن بيصيب الكبدي وبعد كده يصل الى مرحلة التليف بفترات طويلة يعني فيروس C بياخد مثلا من حوالي 20 سنة فيروس B حوالي 10-20 سنة وكذلك الاسباب الاخرى اللي هنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله ففيروس B 90% يتحسن 10% يتحول الى التهاب كبدي مزمن الا اذا اصيب الجنين اثناء الحمد فيصاب الانسان الجنين حوالي 90% يصاب بالتهاب كبدي مزمن ويكون عرضة للتليف والفشل الكبدي وسرطان الكبد كما وضحنا في الحلقة اللي فاتت ان اي حامل يصاب بفيروس B الجنين ليه عناية خاصة ساعة الولادة لابد ان ياخذ المصل ويبدأ في التطعيمات لفيروس B لانه لو اصيب بفيروس B احتمال يكون عنده التهاب كبدي مزمن نسبة عالية جدا تصل الى 90% فيه اسباب تانية بتعمل التهاب كبدي مزمن وتأدي الى التليف فيه اسباب اخرى كثيرة يعني في بلاد الغرب واوروبا بيكون الكحليات هي السبب الرئيسي عندنا في مصر التهاب فيروس C في جنوب شرق اسيا بيكون التهاب فيروس B وفيه اسباب تانية زي اللي هو المناعة الزاتية التهاب المناعة الزاتية في الكبد الاوتوميون هيباتايتس ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن زي الكبد يصاب بالنيران الصديقة بمعنى ان الجسم عنده مناعة ضد الامراض والفيروسات والبكتيريا الخارجية اي فيروس او بكتيريا يدخل الجسم الجسم بيكون له مناعة ويطرد هذا الفيروس او يقتل هذا المكروب فيه احيان معينة الجسم يتهيأ له ان فيه عضو من اعضاؤه عدولي فيبدأ يعمله اجسام مناعية ويضرب فيه زي بيسموها النيران الصديقة ودي بتصيب بعظم يعني فيه امراض كثيرة في كل الجسم سواء كان على مستوى يعني الشعر على مستوى الجلد على مستوى الغددة الدرقية وصاب الانسان وكذلكر مفاصل الروماتوية الديسيز ده كلها بيسموها امراض المناعة الزاتية بمعنى ان الجسم بدل ما يحارب الاعداء بدأ يحارب جسمه ويعمل فيه التهابات ويعمل فيه امراض فالتهاب المناعة الذاتية ضمن ضمن اسباب التهاب الكبدي المزمن ليه تشخيص بالتحليل الطبية بيبين هل عنده مناعة التهاب مناعة ذاتية في الكبد ولا لا الاطباء بيعرفوها ويقوم بالتحليل بيها علشان يثبته هل عنده مرض المناعة الذاتية في الكبد ولا ما عندوش او عنده امراض اخرى يعني بيكون النزمات الكبد عالية الاجسام المناعية الانتي نيوكلر انتي بوزطف وفيه انواع تانية للمناعة الذاتية بتصيب الكبد ودي علاجها مختلف تماما عن علاج الفيروسات علاج الكبد علاج البناعة الذاتية بيختلف تماما عن علاج الفيروسات بمعنى أن اللي عنده مناعة ذاتية التهاب كابدي نتيجة المناعة الذاتية بيحتاج كورتزون أو أدوية مصبطة للمناعة لو واحد عنده فيروس واخد الأدوية دي ممكن الفيروس يتكاسر ويتفاقم وينتشر المرض بصورة أكثر فلابد من تشخيص دقيق للأمراض المناعة الذاتية وهل هو مصاحب بأمراض فيروسية أخرى ولا لا فالمناعة الذاتية دي علاجها الكورتزون ومصبطات المناعة وبتحتاج علاج فترة طويلة ومدة طويلة والإنسان لو وقف العلاج فجأة تحصل انتكاسات خطيرة ممكن تؤدي إلى الوفاة وفي نسبة موجودة فعلا عندهم التهاب كابدي مزمن نتيجة المناعة الذاتية هنشوف دلوقتي بعض الصور اللي تبين لنا الكابدي السليم والكابدي المتلايف هنبدأ بالفيديو ونبدأ ببعض الصور توضح لنا إزاي الكابدي يكون سليم وبعد كده يصبح فيه التهاب كابدي مزمن وتلايف ده الكابد السليم مصور من البطن الصورة اللي بعده ده ظاهر كده الكابد يعني حجمه طبيعي وشكله طبيعي والفصين واضحين فيه فالكابد هنا سليم 100% ما فيش منه اي امراض ده قطاع عرضي في الكابد بتبين فيه لوعية بتاعت الكابد واللوعية الصفروية فده برضو كابد سليم 100% ده نسيج الكابد السليم يكون الكابد فيه متراس الخلايا الكابدية متراسة وصحية وبتفرز العصارة الصفروية بصورة واضحة واللوعية الدموية سليمة ما فيش اي تلايف فيها ولا فيه اي التهاب فيها بعد كده ده الكابد بقى المتلايف يظهر فيه تلايف في الكابد والصور الواضحة لان التلايف في الكابد ده يعني عبارة عن عملية بيحصل فيها ان الكابد تماما بيتغير ده تلايف في الكابد يعني انسجة لفية بيسموه نسيج متصلب او تشمع في الكابد والكابد يحصل فيه تلايف ويبدأ فيه الخلايا الكابدية بتعاد او الكابد عنده قدرة ان يعيد خلاياه بس بصورة غير صحية وسليمة 100% فالصورة واضحة وهنا ده تحت المكروسكوب الكابد تلايف في الكابد برضو واضح ان فيه خلايا وفيه تلايف حوالين العقد الكابدية اللي هي تغيرت بعد وجود التلايف الكابدي فهنا التلايف هنا برضو ده صورة ده بعدين ده الكابد الصفروية هنتعرض لها بعدين الكابد اللي فيها زيادة دهون في الكابد هنكمل بقى بالنسبة لتلايف الكابد والاسباب فيه اسباب تانية غير الفيروسات وغير المناعة الزاتية وقلنا بره شرب الكحليات هو اساس في التهاب الكابدي المزمن وتلايف الكابد فيه اسباب تانية اللي هو زيادة نسبة الحديد في الدم طبيعي في الانسان 90% من الحديد اللي فيوجود في الاكل بينزل في الفضلات ويمتص الجسم 10% فقط فيه احيان معينة يعني خطأ في الجينات او طفرة في الجينات بتقدم انتصاص الحديد بالنسبة اعلى يعني يزيد عن 10% فلما يزيد الحديد يترسب فيه اعضاء في الجسم يترسب في الكابد يترسب فيه احيانا في البنكرياس يترسب تحت الجلد ويعمل التهاب كابدي مزمن واللي عنده التهاب كابدي مزمن نتيجة زيادة في الحديد بيترسب في الكابد ويعمل تلايف في الكابد وفشل في الكابد وأعراض تلايف في الكابد تظهر عليه فده يعني علاجه تشخيصه سهل بيتزيد نسبة الحديد اللي هو تحمل الحديد في الدم وبيزيد الفريتين وبيزيد ترانسفرين ولو خدنا عينة من الكابد بيظهر فيها الحديد موجود وعلاجه سهل ان احنا بنسحب الدم من جسم الانسان والجسم يعود يعني تخوين الدم بصورة نظيفة لمدة معينة وبعدين بعد كده نسحب منه الدم كل ثلاث شهور وكل ستة شهور بعد كده والجسم الكابد يرجع سليم لو جيه في المراحل الاولانية لو جيه في مرحلة متأخرة بعد ما دخل في التهاب الكابد المزمن أو تلايفه الكابد بيكون علاجه صعب شوي فيه سبب تاني اللي هو زيادة النحاس زيادة النحاس برضه لو زاد بنسبة عن نسبة طبيعية في الجسم ويكون الكابد متأثر به بيسموه هلسون دي سيز ده بيأثر على الكابد وبأثر على المخ وتظهر يعني حاجة في العين كده اسمها قيصر فليش الرينج ده العلماء اللي اكتشفوها وولسون ده الدكتور برضه اللي اكتشف المرض ودي بتكون نسبة الحديد زايدة في الكابد وزايدة في البول وبيقل الحديد في الدم وعلاجه برضه سهل يعني احنا بندله حاجة تقلل الحديد تقلل النحاس وبندله أدوية تقلل النحاس فلو جيه في المراحل الأولى بيعالج وبيتحسن ولو جيه في المراحل متأخرة بيدخل برضه في تلايف الكبد وعراض تلايف الكبد والفشل الكبدي ويدخل في المضاعفات ويحتاج بعد كده في الآخر إلى زراعة كبد فدي معظم الأسباب اللي بتعمل ده ارجع بقى للأسباب الأساسية اللي هو تلايف الكبد الكحولي وده موجود في الغرب وموجود بنسبة أيضا عندنا في مصر وده الناس المدمنين الكحوليات ده بيأثر على الكبد على المدى الطويل يعني لو واحد شرب كحوليات لمدة عشر سنين بتركيز معين بيصاب بالتهاب مزمن في الكبد ويصاب أيضا بتلايف في الكبد ده موجود برة احنا عندنا احنا بقى اللي هي الدهون دهون الكبد دهون الكبد ده أي واحد فينا ممكن يعمل أشياء عواجات صوتية والدكتور يقول له عندك دهون على الكبد دهون الكبد دي هل هي مرض؟ هل هي فيها يعني مرض؟ هل لها مضاعفات؟ هل فيها أي حاجة ولا لا؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله بعد الفاصل فتابعونا بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بيكم مرة تانية هنتكلم على الكبد الدهني أي واحد فينا بيروح يعمل أشعة تلفزيونية والدكتور بيقول له انت عندك دهون على الكبد فهل دهون الكبد دي هات مرض ولا مش مرض؟ دهون الكبد احنا قلنا في بلاد بره بيعمل فيه التهاب الكحوليات بتعمل التهاب في الكبد مزمن وتعمل تلايف في الكبد ودي بيسموها التهاب كبدي وكحولي دهني يعني بتحول الأول الكبد إلى كبد دهني وبعدين يحصل فيه التهاب ويدخل فيه العيان فيه تلايف في الكبد والتهاب كبدي مزمن ويدخل فيه تلايف في الكبد والأعراض بتاعة فشل الكبد بالنسبة للدهون على الكبد الدهون على الكبد موجودة بنسبة 30-40% عند الناس يعني لو جبنا 100 هتلاقي فيهم 30 عنده دهون على الكبد طيب هل هي مرض ولا مش مرض دهون الكبد هنشوف دلوقتي بعض الصور وبعدين بقول لكم هنقول لكم ازاي هل هي مرض ولا مش مرض هنشوف دلوقتي الكبد الدهني ونشوف الكبد الدهني تحت المكروسكوب ونشوف بعد كده هل هي مرض وكيفية العلاج منها ده صورة للكبد الدهني بعد ما ترسبت فيه الدهون اصبح بهذه الصورة ممكن يزداد في الحجم شوية لونه بيتحرق بيكون فيه لون الى الاصفرار شوية نتيجة الزيادة الدهون اللي فيه هنشوف دلوقتي تحت المكروسكوب الدهون لما بتدخل فيه خلايا الكبد ده موجات الصوتية الموجات الصوتية اللي هي الاقصى الصورة عن اليمين اسفل ده سليمة الصورة اللي فوق ده فيه دهون على الكبد واضحة جدا ده بيبان في الاشعة على الموجات الصوتية واسفل صورة على الشمال ده برضو دهون على الكبد بين بالموجات الصوتية يعني يعمل موجات صوتية يظهر الدهون لو عنده دهون على الكبد ودي نسبة كبيرة جدا من الناس حوالي 30% وتوصل الى 40% بالنسبة بقى تحت الميكروسكوب بيبان لو خدنا عينة من الكبد تحت الميكروسكوب بيبان نسبة الدهون في الكبد دي الخلايا دروة خلايا الكبد تحولت من خلايا كبدية إلى خلايا كبدية وفيها الدهون فالدهون ممكن تكون 30% من خلايا الكبد ممكن تصل 60% ممكن تصل إلى 100% ويتحول الكبد كله إلى كبد دهني وممكن يحصل بعد كده المضاعفات تحت الكبد الدهني نسبة منها بتتحول إلى التهاب كبدي مزمن وممكن تدخل في تلايف في الكبد ويدخل فيه أعراض فشل الكبد وفشل الكبد ويحتاج بعد كده أحيانا إلى زراعة الكبد برضو الصورة واضحة أن فيه دهون على الكبد واضحة جدا وفيه التهابات مع الدهون وهنا تحول الكبد إلى الكبد دهني وأصبح فيه تلايف في الكبد نرجع تاني لموضوع الدهون على الكبد 30% من الناس عندهم دهون على الكبد سواء كان كل الناس لو جيبت 100 هتلاقي فيهم 30 عنده دهون على الكبد الناس الرفيعين 5% لو جيبت 101 رفيع هتلاقي 5% عندهم دهون على الكبد بيزداد أكتر فيه ناس معينة يعني في السمنة حوالي 40% يعني لو جيبت 101 سمين هتلاقي 40% عنده دهون على الكبد اللي عنده سكر بتزداد برضو نسبة الدهون على الكبد حاجة يسمى متلزمة الأيد أو الميتابوليك سندروم ده بيكون عنده دهون زيادة في الدم الدهون السلسية أو عنده زيادة في الوزن وعنده قابلية للسكر وعنده زيادة في ضغط الدم ده بيكون عنده دهون أيضا عنده قابلية للدهون على الكبد وموجودة عنده من نسبة كبيرة فدهون الكبد لو جبنا واحد عنده 100 عندهم دهون على الكبد بعد حوالي 10 سنين 20% هيجيله التهاب كبدي مزمن وال10% دول بعد 10 سنين يجيلهم تلايف في الكبد وال10% اللي هما جالهم تلايف في الكبد 10% منهم يجيلوا سرطان على الكبد نعرف إزاي هل هو الكبد ملتهب ولا مش ملتهب عموما بنعمل الموجات الصوتية فنلاقي فيه دهون على الكبد بنعمل إنزمات الكبد لو إنزمات الكبد سليمة غالبا ما عندهش حاجة دهون على الكبد ما عندهش التهاب دهني على الكبد يعني هو عايزين نفرق بين دهون على الكبد والتهاب دهني في الكبد الدهون على الكبد دي موجودة بنسبة 30% للتهاب الدهني على الكبد 10% من التهاب كبدي دهني أو شحوم زيادة على الكبد وتعمل التهاب ليه؟ لأن الدهون على الكبد تعمل الدهون عموما متحركة يعني بالذات الدهون على البط أو الدهون حوالين الكبد أو الدهون داخل الكبد بتطلع اللي هي الأحماض الدهنية والأحماض الدهنية دي متحركة وبيسموه وباء السمنة مع وباء السكري بيعمل وباء الدهون على الكبد ثلاثة دول مع بعض السمنة والسكر والدهون على الكبد الدهون على الكبد والدهون عموما في الجسم بزيادة في منطقة البط بترفع الدهون وبيطلع حاجة فريفاتي أسد أو الأحماض الدهنية ودي بتكون لها سمية على الكبد وممكن تعمل أمراض مزمنة في الكبد أو التهاب مزمن في الكبد وتلايف في الكبد كذلك بتطلع حاجات للالتهابات يعني تخيل لو الواحد عنده الدهون على الكبد زيادة 80% يكون سليم 20% الدهون دي بتتحرك وتعمل الالتهابات محدش عارف مش منها 20% دول بيحصل لهم إنما دائما بيحصل غالبا ما اللي عنده السكر أو اللي عنده السمنة أو اللي عنده متلازمة الأيد الميتابوليك سندروم أو اللي عنده الضغط فوهنده قابلية ليحصل فيه عنده التهاب الكبدي اللي هو نتيجة الدهون ليه؟ لأن الدهون في الكبد بتطلع زي مواد يعني تهيج الكبد للالتهابات وكذلك تعمل تلايف في الكبد عند بعض الناس هما دول حوالي 10% تلاقي إنزمات الكبد مرتفعة تلاقي عنده ألم في الكبد تلاقي عنده تضخم في الكبد شوية فده لابد من علاجه حتى يرجع الكبد سليم عموما السمنة هي يعني مرض من وبايات العصر وبتتعرف إزاي أنك بتشوف يعني وزنك على مربع طولك ولها قياسات لو الإنسان تحت خط يعني تحت 24 أو 25 وزنه كويس من 24 ل30 زيادة في الوزن فوق 30 من 30 فوقه عنده سمنة لعنده 40 فوقه ال40 يبقى عنده سمنة مفرطة فلابد من علاج السمنة وعلاج الدهون على الكبد بتنظيم الأكل وبالرياضة وأحياناً ببعض الأدوية بالنسبة للأكل لابد الإنسان يتبع أي ريجيم صحي عشان ينزل وزنه ويأخذ كالوريز في حدود 1000 أو 800 أو عند 1200 ما فيش مشكلة مع مزولة الرياضة والرياضة مهمة جداً لكل الجسم مهمة للمخ والقلب والكبد والدهون على الكبد ومفيدة للدهون وتمنع الجلطات وتجلط الشرايين فالرياضة مهمة لكل أعضاء الجسم على الأقل خمس ساعات في الأسبوع ماشي سريع أو رياضة خفيفة خمس ساعات في الأسبوع تكفيه بالنسبة للأكل لابد من تنظيم الأكل وزيادة من أكل الخضروات الطازجة والفواكه وحنشوف دلوقتي صورة للأكلات المستحبة بالزيادة الخضروات والفواكه وهي الصورة جاهزة دلوقتي هنشوفها إن احنا نكتر أكتر من الفواكه والخضروات وينقلل من الحاجات اللي فيها الدهون قدر الإمكان مع الرياضة ولابد من علاج السمنة بأي طريقة لأن السمنة دلوقتي تعتبر مرض وبتأثر على كل أعضاء الجسم فبالنسبة للسمنة لابد من الرياضة والريجيم الصحي السليم وكذلك لابد من العلاجة دي الخضروات اللي احنا نكتر منها الفواكه والخضروات الطازجة ودي بتمنع السمنة وبتقلل من السمنة وبتمنع من الأكسادة وتكون مضادة للأكسادة وبتحسن الدهون على الكبد نرجع تاني للسمنة لأن السمنة مع السكر هي أساس الدهون على الكبد فاللي عنده سمنة أو زيادة في الوزن لابد من التخلص من الوزن الزائد لأن السمنة بالزاد في البطن وحوالين الكبد وداخل الكبد هي دي بتعمل التهاب كبدي مزمن والتهاب الكبد المزمن يؤدي إلى تلايف الكبد في النهاية فانقاص الوزن بأي طريقة بالريجيم بالرياضة ممكن نضطر لأن نعمل عملية لنقص الوزن اللي هي بسموها البرياتريك سيرجري أو جراحات نقص الوزن سواء كان بتكميم المعدة أو تغيير المسار في حاجة بسيطة دلوقتي معترف بيها دوليا وعالميا اللي هو تركيب بلون المعدة بلون المعدة ده بيدخل عن طريق المنزار وده يدخل عن طريق المنزار بدون جراحة خالص عن طريق المريء يدخل في المعدة ويركب البلونة بطريقة سهلة وسريعة بتاخدش أكتر من عشر ديئة أو ربع ساعة وبنتقعد لبدة ست شهور وبنشيل البلونة بعد كده بعد ست شهور بيفقد الإنسان من وزنه تقريبا من عشرين إلى أربعين كيلو هي يعني فكرتها إيه إن هي بتملى المعدة فيجيلك إحساس بالشبع والوزن إحساس بالشبع فالوزن ينقص وما بتقولش كتير وبعض ست شهور بنشيل البلونة بتكون أنت تعودت على الأكل الخفيف والرجيم وتكمل حياتك بدون عمليات جراحية وهنشوف دلوقتي فيديو إزاي بلونة المعدة بنركبها في المعدة وهي موضوع سهل وبسيط هنشوف الفيديو ودلوقتي هنفتح الاتصالات ونسمع أول اتصال أيها أستاذ وسام سلام عليكم أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك والله إذا انت حللت من حوالي خمس سنين لقيت فيه تكتب لازمة مزمنة واللي هي النشطة اللي هي أيه وأيه أمي أيها طبعا عالجنا اللي هي النشطة دروغومايتي أهلا وطبعا المزمنة لسه معي فكل سنة بتنزل شوية لغيطة من ثلاث سنين سابتة عند رقم معين 1200 وشوي شوف كل ستة شهور أحلل بقى لثلاث سنين وقف على الرقم ده اللي هي المزمنة إنه ما الثاني راحة الحمد لله خلاص هو هم حاجة التانية هل ده أي تأثير على الكبد ممكن يعمل تلايب كبد ولا أكيات بس على الكبد لا لا ما لوش أي تأثير إن شاء الله على الكبد وإنت عندك دلوقتي اللي هي المزمنة دي بتعتبر أجسام مضادة بتقعد في الجسم مدة طويلة ومش منها أي خطورة عليك يعني هي معلشة دكتور يعني هي أكسام مضادة بس ولا ممكن تكون إصابة إصابة لو في أعراض جديدة بتعمل تحليل جديد ولو فيه اللي هو الـ IGM هو اللي جي موجود بتاخد له علاج لا أنا متابع على طول لما بحلل بحلل الاثنين مع بعض المنشطة بقالها 4-5 سنين مش موجودة أما المزمنة فمن ثلاث سنين وجاي تابت عند 1200 وشوي لغمناها كانت قبل كده 10-3 أدام ما فيش زيادة فيها فما فيش خوف والـ IGM ما بيطلعش خلاص وفيش أي مشكلة وبتتابع ولو فيها يعارض جديد بتتابع شكراً هنشوف دلوقتي الفيديو بتاع تركيب بلونة المعدة ونكمل إن شاء الله الفيديو على هوا دلوقتي دلوقتي دي ده الأكل هو نازل في المعدة ده من غير بلونة فالإنسان شهيته مفتوحة وبيأكل وبيملى المعدة كاملة بعد كده تمتص وتعمل سمنة لما تركيب المعدة البلونة ازاي عن طريق المنزار بندخل بالمنزار الأول بنستكشف المعدة ونشوف الـ 12-10 ونشوف هو سليم لأن فيه احتياطات معينة وبعض الأمراض تمنع نحن نركب له بلونة فبنعمل الأول البلونة الأول المنزار الأول بعد ندخل بالبلونة وننفخها بننفخها بمحلول ملح مع مادة كده ملونة كده وهي بتقف في المعدة تدي الإحساس بالشبع وتيجي بعد كده تاكل بأي كمية وليلة تكفيك بتتعب في أول يومين ثلاثة بألام لأن بتحس بجسم غريب كده في بطنك يومين ثلاثة أو أربع خمس تيام بعد كده بتتعود عليها وتكون التعود أن أنت بتاكل أكل بسيط ويكفيك بعد ستة شهور بنشير البلونة من المعدة بدون أي عملية جراحية ونتائجها أكيدة ومعترف بها عالميا ودوليا وهي سهل إن شاء الله نرجع بقى للموضوع تلايف الكبد الدهني تلايف الكبد الدهني سواء كان كحولي ودي من الكحوليات الحمد لله في منطقتنا قليلة جدا وده بسبب أن هي محرمة دينا وهي محرمة في كل ديان ومحرمة في الإسلام وزي الإسلام معالجها من ناحية نفسية أنه هو يعني يحرمها بالتدريج يسألونك عن الخمر والميسير كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة المرحلة الثالثة يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إحنا مشكلتنا هنا في الفيروس C وB والكبد الدهنية وكله ليه علاج إن شاء الله ونتمنى لجميع الشفاء العاجل بإذن الله بالنسبة للاتصالات إحنا خدنا اتصال واحد معلش أنا فاتح التليفون اللي هو 011 هيظر قدامكم على الشاشة دلوقتي 011 الأخر 5 ده في القاهرة 011 أخر 6 ده في الزازي 011 أخر 7 ده تليفون المعايل للطوارئ بناخد اتصالات كل مشاهدة كناة الصحة والجمال كل يوم من الساعة 9 إلى الساعة 10 وفي أي وقت تاني لو أنا مش مشغول هرد عليكم هرد على جميع استفساراتكم ونتمنى لجميع الصحة والشفاء العاجل ولأن نراكم في حلقة قادمة من أسرار الكبد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة